يعني كيف بيكون المعالجة يعني هل المعالجة اللي هو بروز الفكين بتختلف على حسب الأسباب إذا كانت بروز الفكين لأسباب غير الأسباب اللي نحن ذكرناها هل بتختلف في العلاج دكتور؟ طبعا هل المعالجات بالنسبة للزي ما قلت لك للأسنان ولا الفكين بتختلف حسب إيش بمرحلة عمرية إحنا هون نتكلم عن مرحلة الأطفال ومرحلة لسه الفك بيتكون لسه الطفل بينمو فالمعالجة هنا بتصير إنه نحن نمنع السبب أهم شيء بعدين بنعالج الأضرار اللي حاصلة أحيانا لما نمنع السبب فقط الأضرار بتروح من غير ما ندخل بالتقويم أو أي إجراء راجئ علاج نسويه وبرضو دكتور يعني مشكلة الخلع المبكر للأسنان اللبانية إيش هي الأضرار اللي ممكن تترتب على هذه المشكلة؟ لا لازم لو خلعنا أسنان لبانية بوقد مبكر لازم نحط حافظ المسافة مكان السن لأنه لو خلعنا أو سبنا ممكن يؤدي إنه السن الدائم ما ينزل في مكانه ويؤدي على الحراف للأسنان الأخرى فالخلع المبكر للأسنان اللبانية غير صحيح لازم نكون تحت إشراف طبيب الأطفال ونخلع بالوقت المناسب لو اضطرنا إن نحن نخلع وبدري فلازم نحط حافظ المسافة عشان يمنع الأضرار اللي بتصير وحافظ المسافة هذا بيعطي بطريق للسن الدائم إنه ينزل مكانه مهم مهم